عبدالله السعيد أنضم رسمياً لنادي الزمالك عبدالله السعيد في رأيه هو واحد من أفضل لعبين المصريين خلال 15 سنة اللي فاتوا خلال عشرة أعوام أخيرة هو الأفضل وفكرة أنه عبدالله السعيد الجملة الشهيرة دين تعرفينها مالوش بديل فعبدالله السعيد بإمكانياته الكبيرة جداً هو فعلاً مالوش بديل إيه سألقى مدرب؟ إيه سألقى مدرب في مصر؟ إيه سألقى مدرب أجنبي جي مصر؟ هيقول لك عبدالله السعيد لعب مختلف فهي صفقة رائعة جداً لنادي الزمالك مؤكد صفقة رائعة لنادي الزمالك حتى هذه اللحظة في عمر 38 سنة عبدالله السعيد هو أفضل لعبي ببرامدز عبدالله السعيد هو لما بيغيب عن برامدز برامدز الحالته بتبقى صعبة لأنه موجود بيقدم شكل رائع جداً أه طبعاً أموره البدنية بتقل أه طبعاً حجم الجاري بتاعه بيقل أه طبعاً أدواره الدفاعية ممكن تقل شوية لصالح الأدوار الهجمية في تفاصيل كثيرة بس كاكها الزمالك جايبه موسم ونص يعني يفوق الفرقة خاصة أن الزمالك ضم مع عبدالله السعيد عاد كبير من اللاعبين الشباب فهي صفقة كبيرة وفي ميزة في عبدالله السعيد عظيمة في صراحة عبدالله السعيد مش من الإسماعيلي في هدوء راح الأهلي في هدوء مش الأهلي في هدوء راح برامدز في هدوء راح الزمالك في هدوء يقول لي لأ هدوء إيه ده يوم مش من الأهلي كتدوني يا قيمة وبتاع مش هو يعني هو بياخد القرار اللي في دماغه بغض النظر تتفق أو تختلف بغض النظر يعجبك مسيرة أو أفكار عبدالله السعيد في العمل ولا لأ مش هدي الحكاية خالص أبكلمك أن عبدالله حتى هو بيخرج من نادي ما تلاقيش رامة تصريح كده ما تلاقيش عمل حركة كده ما تلاقيش قال كلمة مستفزة كده ما بيعملش كده خالص هو مركز في الكرة وبس أشكال لحدنا بيبقى عن 38 سنة هو بيتمقل لفرق أكبر كمان يعني متبرمت راح للزمالك كمان وعن 38 سنة ليه مركز في الكرة مركز في شغل مركز في اللعب تاني بغض النظر قراراته من الأول للآخر صحة والله غلط بس هو شخص هادي علوش أي دوشة خالص يعني توفيق لنازل زمالك وتوفيق لعبدالله السعيد صفقة رابحة للتنين بصراحة ترجمة نانسي قنقر